زي ما حضراتكم متعودين بنحب دايما نسلط الدوق على خبر ثقافي والخبر الحقيقي اللي معانا النهاردة بيعتبر أهم الأخبار الثقافية اللي موجودة على الساحة الثقافية حاليا وهو معرض الكتب والإصدارات المقام داخل المتحف المصري ومتحف المانيال والممتدة حتى يوم 27 من شهر أكتوبر وهذا المعرض مقام بمناسبة مرور 200 سنة على فاكر وموس حجر رشيد واللي بيعد بمثابة حدث مهم جدا للقراءة لأن بفضله قدروا المصريين أن هما يقروا النصوص واللوحات والنقوش اللي كانت موجودة على معابة مصر وكان بداية نشأة علم المصريات أما عن نوعية الكتب اللي بيدمها المعرض فهي الحقيقة كتب ندرة بالإضافة إلى أحدث الإصدارات وهي بأسعار بسيطة جدا عشان تقدر تكون في متناول الجميع وده كان الخبر الثقافي اللي معانا النهاردة